الآن العدد اللي نازلين بيه تم استهدافه طبعاً نزلنا بأكثر من 220 مرشح تم استهداف أكثر من عدنا 25 من المرشحين الجيدين بشكل مباشر من قبل من قبل القوى الموجودة السياسية تم استهدافه و تم استبعده بعناوين يعني من قبل مفوضية و من قبل المسائلة والعدالة من قبل المسائلة والعدالة يعني سابقاً كان مرشح مع الحزب الفلن من نزل مع قادمون تم استبعاده من من القوى والأحزاب لفت نظرها مشروعكم انفتحوا عليكم أو تحاوروا معكم والله يا حقيقة هذا الموضوع لا أحب أن أتكلم به لكن أغلب القوى والكتل السياسية الموجودة على الساحة توجهت منها بشكل مباشر وبشكل غير مباشر قوة تقليدية الكبيرة قوة تقليدية وحقيقة طلبوا مسألة التحالف معنا وأنا كانت إجابتي واضحة وصريحة بثلاث نقاط قلت لهم التحالف على المسألة القانونية وعلى المسألة العرفية وعلى المسألة الدينية حتى نتكلم بثلاث اللغات الموجودة على المسألة القانونية التحالفات الموجودة هي مبدأها مبدأ قوة ونتيجة هذه التحالفات وصلتنا إلى تسمي اسمها التقاسم السلطة والمحاصصة وهذه تجربة فشلت على الساحة العراقية ومخرجاتها سيئة أما هذا التحالف على المستوى العرفي والعشاري فأنتم خلال 18 سنة أخطأتوا فألمنا المعقول أننا نتحمل وزر أخطأكم في خلال هذه الفترة نحن ناس مستقلين نزلنا نتحمل وزر أخطأكم لـ 18 سنة يصير والنقطة الثالثة حقيقة إحنا مرة تاني أتكلمها وبصراحة أقول من الساعة الأولى تحالفت مع الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول ما كان لله ينمو ويدوم إن شاء الله أنت رجل تريد أن تشتغل بالطريقة التي اشتغلت بها القوى الرايديكالية أو القوى الإسلام السياسي يعني أشعر في جزء من شخصيتك نعم أكو هكذا توجه يعني أعرف الليها بشكل أوسع يعني مثلا الآن قوى الإسلام السياسي التي اشتغلت اشتغلت من خلال المرجعية واشتغلت من خلال المذهب واشتغلت من خلال استمالة الناس من خلال الدين أنت تريد أن تشتغل على هذه الخطأ أم أنت عندك هوية أخرى أبدا أنا أعتبر هذه الخطوات التي استخدمتها الأحزاب السياسية منها اللغة العنصرية ومنها اللغة الطائفية ومنها اللغة القومية ومنها اللغة النقيض مرات تشوف جمهور تكون على حساب جمهور آخر جمهور الأحزاب جمهور فلان زعيم جمهوره يتكون على حساب جمهور آخر لأنه جمهور هذا يكره الجمهور الآخر ويتكون هذه اسمها لغة النقيض واللغة القومية استخدمتها بعض الأحزاب أنه هذا كردي وهذا عربي ووسطت صعدت ناس وعلى حساب ناس وكل لغة اللي هي اسمها اللغة الطائفية وتعرف من صعد باللغة الطائفية أنا أعتبرها كلها لغات فاشلة وبائسة ولا جدوى منها اللغة الأساسية اللي يستخدمها مشروع قادمون واللي اعتمادها هي لغة الهوية الوطنية اللغة الأساسية